وكادتنا في صباح الخير يا مصر دايما بنبدأ مع حضرتكم بتذكرها لأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت مبارح ومبارح نعت مصر الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة اللي توفي مبارح وأعلنت الحداد على الفقيد لمدة ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد كمان من ضمن أخبار مبارح مؤسسة حياة كريمة أعلنت أن القضية الفلسطينية تبقى على رأس أولويات واهتمامات المؤسسة عشان كده بتواصل المؤسسة على أرض استاد القاهرة فعالية من إنسان لإنسان بيشارك فيها طلاب المدارس والجامعات المصرية المختلفة في حملة لتعبئة المواد الغذائية لأهلين في فلسطين تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي أخبار كتير مهمة حصلت مبارح أبرزها بيان رئاسة الجمهورية اللي قال نعت جمهورية مصر العربية الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وفته المنية السبت الموافق 16 ديسمبر 2023 وينعى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري الزعيم الفقيد الرجل العظيم الذي كان داعماً لأمته العربية والإسلامية حريصاً على شؤونها حكيماً في قيادته وقدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية وأعلنت جمهورية مصر العربية الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان إنبارح أعلنت مؤسسة حياة كريمة أن قضية أهلنا في فلسطين الحبيبة تبقى على رأس أولويات واهتمامات المؤسسة وحيث تواصل المؤسسة على أرض استاد القاهرة فعالية من إنسان لإنسان ويشارك أبنائنا من المدارس والجامعات المصرية المختلفة في حملة لتعبئة المواد الغزائية لأهلنا في فلسطين وبتتضمن العديد من الأنشطة وورش العمل المختلفة بجانب إطلاق 500 فنوس طائر كدعوة للسلام ووقف جرائم الحرب والتهجير ضد أطفال ونساء فلسطين إنبارح أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان إن هيئة الرعاية الصحية ستصبح هيئة ذكية رقمية بالكامل مع بداية العام الجديد 2024 وأشار إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع جهود الدولة في بناء مصر الرقمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات المختلفة لسيما قطاع الرعاية الصحية وبما يتماشى مع تحقيق أهداف مصر في الجمهورية الجديدة أما بالنسبة لجولة المحافظات ففي محافظة أسيوت تم تنفيذ أعمال الرصف بقرى صدفة بتكلفة 45 مليون جنيه في الفيوم بيتم الاستعداد لاحتفال تعامل الشمس على معبد أصر عرون يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله كمان في مطروح تم تأزيم مساعدات لغير القادرين بقيمة 18 مليون جنيه أما في الدأهلية فتم تسليم الدفعة الثانية من معدات النظافة وتحسين البيئة في المحافظة تفاصيل وأخبار أكتر من محافظات أخرى في سياق هذا التقرير محافظات مصر شاهدت مبارح أخبار وأحداث كتيرة في بورسعيد أكدت المحافظة أن المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد اقتحمت مجال تصنيع الأعلاف لأول مرة وتم الانتهاء من أكتر من 90% من أعمال إنشاء مصنع إنتاج الأعلاف بجنوب بورسعيد وده استعداداً لتشغيله خلال أعياد النصر في المنوفية أعلنت مدرية الثقافة تنظيم 41 فعالية من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وده طوال شهر ديسمبر الحالي بهدف ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع لتربية النشء وتأهلهم ثقافياً وذهنياً وتحصين وعيهم من الأفكار المتطرفة في أسيوت أعلنت المحافظة أنه بيجري تنفيذ أعمال الرصف وتركيب برات الأنترلوك بقرى مركز صطفة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بتكلفة 45 مليون جنيه بالتنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة في الفيوم بتستعد المحافظة للاحتفال بالظاهرة الفلكية الفريدة اللي بتتكرر صباح يوم 21 من شهر ديسمبر من كل عام حيث تتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبة قصر قارون وبتستمر قرابة 25 دقيقة وبيعتبر ده حدث عالمي وظاهرة فلكية وجرى تشكيل لجان أثرية وسياحية وأمنية بالإضافة للأجهزة التنفيذية في المحافظة للإعداد للاحتفالية اللي حتقام بمنطقة قصر قارون في مركز يوسف الصديق في الشرقية أصدرت المحافظة قرار بالموافقة على ترقية 1233 من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التبعة بالمراكز والمدن والأحياء أيضاً تقرر منح 1134 من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التبعة حافز بنسبة 5% من الأجر الوظيفي لمن أتموا في درجاتهم ومستوياتهم الوظيفية المسكنين عليها في 36 2023 مدة أكبر من 3 سنين في مطروح أكدت المحافظة أنها سهمت في تقديم مساعدات إنسانية ومالية لغير القادرين من أبناء المحافظة بقيمة 18 مليون جنيه كإجراء عمليات جراحية وأدوية وتكاليف زواج وغيرها وده العدد 92 497 مستفيد منها 8.2 مليون جنيه تكاليف علاج 1841 مواطن من أصحاب الحالات الصحية الحرجة من غير القادرين واللي بتستدعي حالتهم العلاج بمستشفيات خارج المحافظة وده الرفع العبء عن كهلهم ومرعاة لحالتهم الصحية في الدأهلية شهدت المحافظة تسليم الدفع التامية من معدات النظافة وتحسين البيئة بعدد خمس معدات بتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه تقريباً ضمن الخطة الاستثمارية العام 2023-2024 في بني سويف أعلنت المحافظة أن إجمالي قيمة المشروعات اللي تم تمويلها من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية مشروعك وصل لـ 2.395.438.000 جنيه واستفاد منها 26.332 مشروع صغير وده منذ انطلاق المبادرة في مايو عام 2015 وحتى نهاية نوفمبر 2023 تلتاواشرين